السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايها الاحباب الكرام نتحدث اليوم عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها رأي العين جميعنا نصلي لله تعالى لكن هل صلاتنا توافق السنة النبوية المطهرة هل نحرص على ادائها في الركوع والسجود وفي الرفع وفي التحية وفي كل الاركان والسنن كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يصليها وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي الصلاة هي عمود الدين وهي رأس الاسلام الصلاة هي الرقل الخامس الاساس من اركان الدين فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة ثم ذكر وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا هذه الصلاة هي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله نريد ايها الاحباب الكرام ان نصلي جميعا كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤديها فقد علمه جبريل كيفية اداء هذه الصلاة ثم قال لنا جميعا صلوا كما رأيتموني اصلي فكيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نصفها وكأننا نراها رأي العين اولا كان النبي الكريم يسبغ الوضوء فاذا قام الى الصلاة وضع عملا بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فكان يتمثل هذا الامر الالهي لا بد ان يقوم بالوضوء ونهى النبي الكريم عن الدخول في الصلاة بغير وضوء فقال لا تقبل صلاة بغير طهور وقال مرة للذي اسأ صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فاسبغي الوضوء فاول شيء ان نتعلم ايها الاحباب الكرام كيف نؤدي الوضوء بالطريقة السليمة السنية التابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فمفتاح الصلاة الطهور بعدها العبد المؤمن يلبس لباسا طاهرا لباسا نقيا لباسا جميل ان يكون فيه طيب لانه سوف يقف بين يد ربه سبحانه وتعالى فيتوجه الى القبلة وهي الكعبة فكلنا نتوجه في وقت واحد حينما يرفع الاذان ونشرع في الصلاة كلنا نتوجه نحو نقطة واحدة هي مركز الكون هي الكعبة المشرفة نتوجه بابداننا قاصدين فعل الصلاة بقلوبنا ثم بعد ذلك نبدأ في اداء هذه الصلاة ولابد ان يكون عندنا سترة كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجعل سترة بينه وبين من يمرنا عليه ثم بعد ذلك نكبر تكبيرة الاحرام كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى شحمتي ادنه فيقول الله اكبر ناظرا ببصره الى محل سجوده اياك ان ترفع رأسك الى الاعلى اياك ان تشخص ببصرك في من حولك ولكن البصر لا بد ان يكون في محل السجود يرفع اليدين عند التكبير الى حذو المنكبين الى حيان الاذنين وبعد ان التكبير نضع كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره كان يضع اليمنى على كفه اليسرى هذه من السنة نحن مع عشر الانبياء امرنا بتعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى وقد تبت احيانا ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خصوصا في اخر عمره انه كان يصلي بالسدر دون ان يضع اليد اليمنى على اليسرى ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح فقبل ان يقرأ القرآن الكريم كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب لبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وان لم يحفظ الانسان هذا الكلام كان النبي الكريم يقول كلاما اخر بدلا عنه يسمى دعاء الاستفتاح كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال جدك ولا اله غيرك وهي استفتاحات كثيرة كل تسمى دعاء الاستفتاح قبل ان نبدأ في قراءة الفاتحة والغاية منها اننا نستحضر الخشوع في القلب والجميل ان ننوع في الاستفتاحات كل مرة نغير استفتاح حتى نستشعر بالخشوع قد حضر في القلب ثم نبدأ في الصلاة فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ صورة الفاتحة احيانا كان يجهر بقوله اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحيانا كان يسر بها اما يقولها شهرا احيانا واما سرا ثم يشرع في قراءة الفاتحة وكان يؤكد بان صلاة الفاتحة واجبة فمن لم يقرأ بام الكتاب فلا صلاة له هكذا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد ان يختم الفاتحة كان يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية فيقول اامين وكان يؤكد بانه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منا به بعد ان يقرأ صورة الفاتحة لا بد ان يقرأ ما تيسر من القرآن صورة صغيرة او مقطع صغير من القرآن الاصل ان يتجاوز تلاتة ايات تلاتة ايات لا بد ان تقرأ فيها امر الهي او توجيه الهي او ارشاد او تعليم الهي ما تيسر من كلام الله بعد قراءة الفاتحة وهذا للتأكيد على ان المؤمن لا بد ان يكون له اتصال قوي بالقرآن العظيم بعد ان يخلص من كراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن يركع مكبرا كان يرفع يديه الى حدو منكبيه او اذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه ومفرقا اصابعه وكان يطمئن في رقوعه الركوع بوحد الوضعية تكون سليمة ويكون فيها المصلي مرتاحا وفي وضعية مستقرة ثم يقول بخشوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكررها تلات مرات او خمس مرات او يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي او يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كلها تسبيحات وانت راكع تكون قريبا من الرحمن فعليك ان تكثر من التسبيح بخشوع واطمئنان وجميل ان تنوع مرة تقول سبحان ربي العظيم مرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مرة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح حتى تطمئن ثم ترفع من الركوع ترفع رأسك ورفع عن يديك الى حدو منكبك كما كان يفعل النبي الكريم فكان يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده هذا المقول يقول والانسان اذا كان اماما او منفردا ولما يقوم من قيامه كان النبي الكريم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هذا الدعاء كان سمعه النبي الكريم من اعرابي اعرابي لأول مرة يصلي فلما سمع النبي الكريم قال سمع الله لمن حمده الاعرابي قال ربي رب السماوات والارض قد سمعني الان وانا قد حمدته فقال ما اعظم هذا الرب ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت فلما قال ذا الكلام النبي الكريم من صاحب ذا الكلام قال الاعرابي انا يا رسول الله وخف وخشي ان يعاتبه لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال يا اعرابي لقد رأيت ملائكة من السماء قادمين يتصابقون لكي يكتبوا اجر وتواب هذا الدعاء فصر مسنونا ان نقول بعد الرفع من الرقوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء ثم بعد ذلك يستحب ان يضع المصل يديه على صدره كما فعل عند قيامه في الرقوع ويجوز ان يطرقهما هكذا مسدولين كلاهما صحيح وكلاهما تابت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقع الجدال حول السدل وحول القبض فنؤكد بانهما كلاهما واردين في السنة النبوية الشريفة وكان النبي الكريم في اخر عمره يصلي سادلا ولكن في معظم اوقاته كان يصلي وهو قابض يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد ان يرفع من الرقوع كان النبي الكريم مباشرة يهوي الى السجود يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه اذا تيسر ذلك الناس عادة يقع لهم مشكل هل نقدم الركبتين ام نقدم اليدين فالسنة التي تابت عن النبي الكريم انه كان يسجد مكبرا واضعا ركبتيه اولا قبل يديه هذا اذا تيسر فان شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه لان الناس ليش كلهم سوا هناك الانسان النحيل وهناك الانسان البدين فالنحيل يستطيع ان يقدم ركبتيه لكن البدين يشق عليه ذلك فهو يقدم يديه كما ايضا في القبض والسدل فالانسان النحيل يسهل عليه ان يقبض يضع اليد اليمنع اليسر في صدره لكن البدين قد يختنق وقد يشعر بضيق صدر فانه يشرع له ان يقوم بالسدل فكل ذلك هذه الحركات كلها تابتة عن النبي الكريم سواء قدمت الرقبتين على اليدين او اليدين على الرقبتين كل سنة وكل صحيح ولا داعي للجدل ولا داعي للخلاف بين الناس وبعد ذلك يسجد النبي الكريم على اعضائه السبعة فكان سجده صلى الله عليه وسلم متوجها نحو القبلة على اعضائه السبعة ورقم سبعة معروف بانه سبعة اشواط وسبعة ايام وسبعة ابحر وسبعة السماوات رقم سبعة فيه سر اله ربان عظيم السبع المثان والقرآن العظيم والمولود يعق في سابعه حتى في الصلاة لما نسجد لله نسجد على سبعة اعضاء على الجبهة مع الانف واليدين والركبتين فهما سبعة اعضاء الجبهة الانف اليدين الركبتين وبطون اصابع الرجلين بطون اصابع الرجلين فيقول النبي الكريم وهو ساجد سبحانك ربي الاعلى سبحانك ربي الاعلى سبحانك ربي الاعلى كان يقولها ثلاثا او خمس مرات واحيانا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واحيان كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويكررها ثلاثا او خمسا ثم يدعو الله تعالى بمشاء فجميل للانسان انه ينوع في اذكاره وفي تسابيحه وفي مناجاته لربه بعد ذلك كان النبي الكريم هو ساجد يكثر من الدعاء كان يقول دعاء طويلا وعريضا فكان يقول في الركوع عظموا ربكم وفي السجود اشهدوا في الدعاء فقمين ان يستجاب لكم الركوع لا ندعو الركوع نعظم رب العزة يا رحمن يا رحيم سبحانك ما اعظم شانك نعظم رب العالمين اما في السجود فاننا نكون قاربين من الرحمن فنكثر من الدعاء 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 ونسأل الله تعالى من خيري الدنيا والاخرة وبعد ذلك كان النبي الكريم يرفع رأسه من السجود ويعتدل كان يضع يجفع عضوديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويرفع دراعي عن الارض ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم دراعيه بسط الكلب هناك بعض الناس يبسط يديه في السجود كما يفعل اعزكم الله الكلب لا ينبغي ان يفعل ذلك وانما ينبغي ان يجافع عضوديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ثم بعد ذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يرفع رأسه من السجود يرفع مكبرا وكان يفرش قدمه اليسرى يفرشها كيجلس عليها وينصب رجله اليمنى وكان يضع يديه علو فخديه وركبتيه ويقول عند الجلوس تسمى جلسة ما بين السجدتين يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني فكان دعاء طويل يقوله النبي الكريم في الجلسة ما بين السجدتين يطمئنه في هذا الجلوس ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل كما يفعل في السجدة الاولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين تسمى جلسة الاستراحة خصصا كيبر السم او من كان بدين في جسمه لا يستطيع بعد السجد ان يرفع مباشرة وانما يجلس جلسة خفيفة جلسة الاستراحة فان قام بها فكان افضل وان لفلا حرج فيها ثم بعد ذلك يقول قد ادى ادى الركعة كاملة فاذا اراد ان يقوم للركعة التانية قام معتمدا على ركبتيه انه تيسر وان شق عليه اعتمد على الارض فالناس دائما يقع جدال كيف اقوم هل اقوم على ركبتي ام على يديه هو في السنة كان النبي الكريم يقوم على يديه مثل الشخص الذي يقوم بالعجيم يجمع كفيه كأنه يقوم بالعجيم ويقوم على عضوديه فان تيسر وان على رجليه فكل ميسر حسب المشقة وحسب التيسير فلما يرفع الانسان يقوم بما قم به في الركعة الاولى يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن العظيم ثم يفعل كما فعل في الركعة الاولى اذا كانت الصلاة ثنائية اي ركعتين مثل صلاة الفجر او الجمعة او العيدين جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخده اليمنى قابضا اصابعه كلها الا السبابة السبابة لسماعا لك نشير به ذا الاشارة فنشير به الى التوحيد وبعد ذلك نبدأ بصيغة التشهد فنقول في التشهد في هذا الجلوس التحية لله الصلاوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثم نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد هذا التشهد يكون في الركعة الثانية إذا كانت فقط ركعتين كالفجر وكالعيدين ركعتين ونسلم وسبب هذا تحيات أن النبي الكريم في الإسرائيل والمعراج لما وصل إلى مقام عظيم سدرة المنتهى تلقته الملائكة مثل الموكب الملكي فقالوا له التحية لله جميعهم يقدمون التحية لهذا النبي وقدموها لرب العالمين التحية لله ثم قالوا الصلاوة والطيبات السلام عليك أيها النبي سلموا على رسول الله الملائكة سلموا عليه ورحمة الله وبركاته ثم قالت الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم كل ملك جدد عقيدة التوحيد في صدره وقلبه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهناك شرعت الصلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فشرع أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة ثم بعد ذلك نستعيد بالله تعالى من أربع كان النبي الكريم بعد أن يقوم بالتشهد الأخير يستعيد بالله من أربعة أشياء فيقول اللهم إني أعود بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ففي نهاية التشهد الأخير يحرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاستعادات أعود بك يا رب من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو الله تعالى بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة يدعو لولديه وللمسلمين وللمسلمات ثم يسلم صلى الله عليه وسلم هذا إذا كانت الصلاة ثنائية السلام يسلم عن يمينه وعن شماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لم ترد وبركاته فقط نقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال هذا إذا كانت الصلاة ثنائية أما إذا كذت الصلاة تلاتية كالمغرب أو رباعية كالضهري والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر ويعيد نفس الأمر كما فعله في الركعتين الأوليتين وحينما ينتهي من الصلاة ويسلم عن يمينه وعن شماله كان النبي الكريم مباشر بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان يحرص حرصا شديدا على الأذكار بعد السلام فكان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياد الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقوم بالبقية الصالحات يسبح الله تعالى 33 مرة ويحمده مثل ذلك 33 مرة ويكبره مثل ذلك 33 مرة المجموع 99 مرة ويقول تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدها يقرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر آية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس يقرأها بعد كل صلاة هذه كلها أذكار مسنونة بعد الصلاة مباشرة لكنه يكرر الإخلاص والمعودتين ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب ثم النبي الكريم يبدأ في ركعة أخرى إلى كان هناك نوافل هكذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الصلاوات وهي بشكل مختصر كيفية الصلاة كما كان يؤديها النبي الكريم رأي العين نسأل الله تعالى أن يوفق نوائيكم لأدائها على الوجه المطلوب بالخشوع والتدبر والطمأنينة وأن نؤديها في مساجد الله مع الجماعة وأن نأمر أهلنا ودوينا وأولادنا بأن يؤدوها ونستبر عليهم لابد أن نحط الزوجات ونحط الأخوات والأولاد والعائلة والأحباب وإذا كان عندنا خدم لابد أن نحطهم على أداء الصلاة أمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين فاللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم وفقنا للحفاظ على الصلاة في وقتنا مع الجماعة في مساجد الله اللهم وتجاوز عنا ما يقع لنا في صلواتنا من سهو أو خطأ أو نسيان اللهم يا رب وتقبل منا وخد بنواصينا إلى البر والتقوى قولوا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله